صباح الخير نصيحة صباحية لكل ناس بيحبوا يفطروا فطور صحي ويتناولوا خبز صحي وللناس اللي بعانوا من السمنة ولمرضى السكري أفضل خبز هو خبز القمح ويفضل أن يكون صاج ويكون القمح كامل لأنه أول شي غني بالألياف سعرات تبعته قليلة كمية الماء بتكون أكتر منه من الخبز الخامر فراح يديني سعرات أقل والألياف راح تعيق تحويل السكريات المعقدة إلى سكريات بسيطة مش راح يرفع السكر بكميات كبيرة واللي حابب يتعمق في الفرق بين الخبز القمح والخبز الشاعير بإمكانه أن نتابع حلقة كاملة على قناتنا على اليوتيوب قناة ابن النفس